في الكتعة في الاجراماتيكا طيب تعالوا نبتدي مع بعض مع درس الاسماء عشان نعرف الاسماء الشزة طيب الاسماء في اللغة الايطالية بتتقسم ازاي بتتقسم لما الاسم دي بتكلم على الاسماء المنتظمة لما الاسم بينتهي يكون لا او بيكون مفرد مذكر والاسم لما يكون ينتهي يكون لا او بيكون مفرد مؤنس والاسم لما ينتهي يكون لا اي بيكون جمع مذكر والاسم لما ينتهي كون لأ إيه بيكون جمع مؤنس ده بالنسبة للأسماء المنتظمة طيب يعني ده بيبقى شكلها كده عام إحنا طبعا الأسماء العامة بيسبقها إيه بيسبقها إيه فانسي الأسماء العامة بيسبقها ثلاث حاجات إيه هما الثلاث حاجات دولت عندنا الأداة التعريف النكرة أو الإشارة فلو إحنا حتى بيش فاكرين الاسم ده وتشز نوعه إيه مذكر ولا مؤنس بنعرف من أداة اللي بتيجي قبل منها السفة اللي بتيجي بعد منها لأن إحنا لازم نحدد الفاعل الفاعل بيجي على هيئة إيه في السؤال الفاعل بيجي مع صفات الملكية أو أي زمن أنا بغدو أو ضمائر المفعول مع قبيرة أو في عدم وجود قبيرة أنا الفاعل بيجي على هيئة إيه على هيئة دايما اسم كده اسم شخص ضمائر شخصية أو فاعل متصرف أو اسم عام بيسبقه أداة تعريف نكرة أو إشارة فلازم أعرف الأسماء المنتظمة والأسماء الشز طيب دي الأسماء المنتظمة الأسماء الشزة بتقول لي إيه الأسماء الشزة بتقول لي أن الاسم لما ينتهي يكون لعه أعرف أن هو مفرد مذكر أو مفرد مؤنس والاسم لما ينتهي يكون لعه أعرف أنه هو جمع مذكر أو جمع مؤنس طيب تعالوا نشوف شكلها عامل إزاي ده بيبقى شكلها طب إيه اللي أنا لازم أخد بالي منه أقرأ معظمهم لازم أقرأهم أعرف منين الفرق بين الاتنين من قدادة تعريف نقرأ أو إشارة اللي إحنا هنراجحهم مع بعض النهار ده أو من الصفر اللي هتيجي بعد منه أو لازم أكون حافظة معظمهم طيب أنا دلوقتي عاوز أسأل حسن حسن أعرف منين يا حسن الفرق أنا عندي هنا إنسانيانتي مفرد مذكر وعندي إنسانيانتي مفرد مؤنس طب أعرف الفرق بين الاتنين إزاي الاتنين هياخدوا نفس أداة التعريف لأن بيبتدي بحرف متحرك الاتنين هياخدوا أل أباستروفه أعرف منين من الصفر اللي هتيجي بعد منها أبرافو عليك طيب محمد أعرف منين الكنتانت مفرد مذكر أو مفرد مؤنس الكنتانت بص بستعمله للمفرد المذكر أو مفرد مؤنس أعرف الفرق بينهم إزاي أنت معي يا محمد صح طيب أعرف منين يا محمد إزاي كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنس حسب أخر حرفة لا مش آخر حرفة هو بص بص أنت شايف نفس الكلمة بالزبط على الصفة اللي هتيجي بعدها الصفة اللي هتيجي بعد منها أو أداة التعريف لأن في الحالة دي أداة التعريف هتكون مختلفة لأن بتتجي بحرف ساكن هنا هياخد قيل وهنا هتاخد لا طيب ده بالنسبة لأسماء الشزة أنا عندي بقى أسماء الشزة بيبقى لها قاعدة كده لازم أاخد بالي منها إيه هي الأسماء الشزرية؟ عرف إن بيقول إن الكلمة لما تنتيب المكta-tsione عرف إن هي مُفرد مُؤن·س زي مسلاً spe-t-tsione informazione أو stazione أهو المكta-tsione عرف إن هي مُفرد مُؤن·س طب حبيَtag ماحا أتكون قامع مُؤن· às �-tsione زي informazione stazione spe-t-tsione يوب По— xione للمُفرد المُؤن·vis stazione للقامع المُؤن·س طيب أنا عارفة أن الإسم لما بينتهي بالـ A تمام؟ أعرف أنه هو مفرد مؤنس لا بس أنا عندي هنا المقطع ما المقطع ما بيقولي أنه هو الإسم لما بينتهي بمعه بيكون مفرد مذكر خدو بالكو أن المقطع ما ده معظم الأسئلة بيتيجي به يعني خدو بالكو كويس جدا يقولي مثلاً Problema تمام؟ أعرف أن الProblema دوت مفرد مذكر بنتهي بما. بتيجي كتير في الأسئلة بتاعة الجراماتيكا. فخدوا بالكو كويس جدا عشر. أنا بعد كده هناخد دمائر المفعول. اللو واللاو واللي واللي. طب انا اعرف منين هستعمل لهم مناسبة. لازم اعرف الاسماء الشازة كويس جدا. يبقى المكتع ما الا ماما. ماما اعرف ان هي ام الوحيدة اللي بتاخد مكتع ما عادي بس هي مفرد مؤنس. تمام? لكن الكلمات اللي بتاخد المكتع ما اعرف ان هي مفرد مذكر. تمام? طيب. إيستا. المكتع إيستا بيقول لي ايه? بيقول لي ان اي اسم بينتهي بالمكتع إيستا بيكون مفرد مذكر او مفرد مؤنس. طب انا اعرف الفرق بين الاتنين ازاي? من ادات التعريف اللي بتيجي قبل منها او من الصف اللي هتيجي بعد منها. بصوا هنا الدنتيستا لا دنتيستا. الرجيستا لا رجيستا. او التوريستا لا توريستا. المكتع إيستا ينفع للمفرد المذكر او مفرد مؤنس. طب حبيت اجمعهم عادي جدا جمع مؤنس بينتهي بالإيه? جمع مذكر بينتهي بالإيه? يعني إيستا للجمع المؤنس. إيستي للجمع المذكر. لكن المفرد اللي اتنين زي بعض. يبقى الجزء ده مهم جدا ان انتو تعرفوا. طيب ايه تاني اللي انا لازم ااخد بالي منه? ااخد بالي من اي اسم بينتهي يكون بالنبرة دي مفرد. جمع ما بيتغيرش بيفضل زي ما هو. بس انا لازم اكون عارفة اللي هو المفرد المؤنس والمفرد المذكر. لما تنتهي الاسم لما بينتهي بالآ كون لتشانتو زي بمعنى مدينة. اعرف ان هي ممكن تكون مفرد مؤنس. تمام? او جمع مؤنس. اعرف الفرق منهم ازاي? بأدات التعريف اللي بتيجي قبل منهم او من الصفة اللي هتيجي بعد منهم. تمام? طيب. لكن آآ كون لتشانتو كده زي كفة. اعرف ان هو ما بتتغيرش اولا. مذكر. جمع مذكر. مفرد مذكر. ما بتتغيرش بتفضل زي ما هي. لكن قدادة التعريف اللي بتتغير والصفة اللي هتتغير. طيب الاسماء اللي بتنتقي بحروف ساكنة. مفرد جمع. ما بتتغيرش بتفضل زي ما هي كلها. بس لازم اعرف الفرق بين المؤنس والمذكر. يبقى اعرف ان كلهم مذكر. يعني مثلا فيلم سبارت آآ كمبيوتر بعر. بعر. انا منسيت احط البعر. بتكون مفرد مذكر. ولكن التلاتة دولة مفرد مؤنس او جمع مؤنس. يميل. باند او بلاي ستيشن. تمام? طيب. لازم اكون حافظة الكلمات دي اللي هما في الجدول ده. الكلمات دي لازم اكون حافظها. واكون اعرفها كويس جدا. عشان معظم الكلمات في الجراماتيكا بتجيلي عن الكلمات الشزادية. ambiente. ambiente. l'ambiente. l'piano forte. l'esame. تمام? اه 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 سعم دوت مفرد مذكر. امتحان ده مفرد مذكر. اداة التعريف كده كده بتبقى زي المؤنس والمذكر عشان بتبتجي بحروف متحركة. الكلولار. الاستودانت. الكلمات دي لازم تكونوا حافظينها. نعرف الفرق بينهم مذكر ومؤنس من اداد التعريف او من السفة اللي بتيجي بعد منهم. مهم جدا ان انا اعرف الاسماء الشزة عشان هنبني عليها بقية الدروس. طيب احنا اكلمنا على الاسماء الشزة لازم اكون عارفة ادوات التعريف كويس جدا والنكرة والاشارة. لان هما دولة ساعات اللي هيحددولي الفرق بين